شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي افتتاح ملتقى بنات مصر 2023 في دورته الثامنة تحت شعار فرص مصر الوعدة لتصدير صناعة التشييد والبناء لدول الإقليم وأكد رئيس الوزراء أن حرصه على المشاركة في افتتاح هذا الملتقى يعكس دعم الحكومة للدور المباشر الذي يؤديه لبناء شركات تصهم في دفع حركة البناء والتشييد ويستعرض المنطقة في نسخة هذا العام مخططات التنمية الشاملة بالمنطقة وخارطة المشروعات القبرى بهدف تعزيز فرص مشاركة الشركات المصرية العاملة في مجال التشييد والبناء بمشروعات التعمير بالخارج